سورة الذاريات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ويقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هاداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويقول سبحانه وتعالى في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من هذه النصوص ومن غيرها يتبين للعبد المؤمن أن الله تعالى يدعوه إلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى وإلى الفرار من العذاب والغضب والعقاب إليه سبحانه وتعالى وكما قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الذاريات ففروا إلى الله قال الفرار إلى الله يكون بأمور وذكر أربعة أمور قال الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم ومن الكفر والشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر وقبل أن نفصل في هذه الأمور الأربعة السير إلى الله تعالى سيراً سير يسيره العبد بغير إرادته وهو أنه سيأتي يوم ويلقى فيه ربه سبحانه وتعالى هو في هذه الحياة الدنيا كلما مكث فيها إنما يقضي من آجاله أو من عمره ليدرك الأجل الذي نصبه الله تعالى وكتبه له فإذا مات لقي ربه سواء كان مؤمناً أو كافراً وهذا السير لا إرادة للعبد فيه قال الله تعالى واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أنت سائر إلى الله تعالى وهذا السير لا إرادة لك فيه سواء عملت العمل الصالح أو العمل الطالح سواء تقربت إلى الله تعالى بالطاعات أو ابتعدت عنه بالمعاصي فأنت سائر إلى الله إذا مرت لحظة أو ساعة أو يوم فإن هذا مخصوم من عمرك وسيأتي يوم تموت فيه وتلقى ربك سبحانه وتعالى قال جل وعلا في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فالعبد يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى فهو سائر إلى الله بإنقضاء هذه الأوقات وهذه الأعمار لذلك التقى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى برجل فقال الفضيل للرجل كم أتت عليك أي كم عشت في هذه الحياة الدنيا وكم أتت عليك من السنوات قال ستون سنة قال له منذ ستين سنة وأنت تسير إلى الله تعالى أين بلغت منذ ستين سنة وأنت تسير إلى الله تعالى أين بلغت فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له الفضيل أو تعرف معناها الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أو تعرف معناها قال وما معناها قال من علم أنه لله راجع فليعلم أنه بين يديه يومئذ موقوف ومن علم أنه بين يدي ربه يومئذ موقوف فليعلم أنه مسؤول وليعد للسؤال جوابا انت ماشي لي الله سبحانه وتعالى ومرت عليك ستون سنة أين بلغت قال إنا لله وإنا إليه راجعون أي أنه لم يكن منتبها قال له أو تعرف معناها قال وما معناها قال من علم أنه لله راجع فليعلم أنه بين يديه يومئذ موقوف ومن علم أنه بين يدي ربه يومئذ موقوف فليعلم أنه مسؤول وليعد للسؤال جوابا أنت بتموت وبعدين في سؤال والسؤال ذا أعد له جوابا قال وما الحيلة طيب قال لي ونعمل شنو قال سهلا قال تتوب مما مضى أو تحسن فيما بقي فيكتب لك ما مضى وما بقي وإلا أخفت بما مضى وما بقي قال له والفاد أنت ما تراه مع الله لك الأجرين وإلا إذا واصلت في غفلتك وفي المعاصي وفي الذنوب أخذت بما مضى وما بقي فعشان كي يجمع الإنسان دسائر إلى الله تعالى ماشي ونحن ما معروف بموت ميتين أجزوا الناس كتار مرق من بيوت برجلهم وجابوهم بعربات في النهاية جابونا مواد وناس سافروا وقالين نفسهم بصلوا وما وصلوا وإنما ماتوا ولذلك الناس يؤملون آمالا ويأتي الموت فيقطع تلك الآمال قتير طلاب يخط الطالب يخط إنه بيتخرج وهو يموت قبل ما يتخرج وذولت القي ينوم وخاتي إنه بيصحى وبرتب قبل ما ينوم وينوم تاني ما يقوم وواحد شاب قابل نفسه بعيش لما نكبر في السن ويموت وهو في رعان الشباب فلذلك الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال يزيد الرقاش رحمه الله تعالى إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل والليل عمرك الصباح واسي الظهر ما واحد عمرك نقص وبعدين لو قعدت للعصر ناقص وهكذا فالنوع الأول من أنواع السير السير بغير إرادة العبد النوع الثاني هو المقصود بهذه المحاضرة قال ابن القيم رحمه الله تعالى السير إلى الله تعالى سير العبد إلى ربه بقلبه وهمته لا ببدنه التماشي لها الله ما بالبدن التماشي لها الله بالقلب وبالهمة وبالعمل الصالح لذلك قال أحد السلف كما في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تعالى مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام الأراضي الواسعة والصحارة تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب أو مفازات الآخرة المسافات بتاعت الآخرة تقطع بالقلوب بتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى وبإقبالك عليه ولماذا السير إلى الله لي الزلدار يسير لأله سبحانه وتعالى قبل من فصل لأن العاقل في الدنيا فإنه يطلب ما ينفعه ويفر مما يضره ويجتنب ما يهلكه وما لا منفعة فيه الزولة جماعة العاقل بيطلب الشلب انفعه وبابتعد من الشلب ضره والنفع كله عند الله تعالى والضرر كله يدفعه الله سبحانه وتعالى الذي يملك النفع الذي يملك النفع وحده هو الله والذي يملك الضر هو الله سبحانه وتعالى فأنت تفر إلى الله لنيل المنافع ودفع المضار هذا أمر وتفر إلى الله تعالى لأن السعادة كل السعادة في الفرار إلى الله وتسير إلى الله لأن راحة القلوب وراحة الأبدان والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة في السير إلى الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله أعظم الملاذ في الدنيا والآخرة أعظم اللذات لذتان لذة في الدنيا ولذة في الآخرة أما لذة الدنيا فالشوق إلى لقاء الله لما انتصل درجة تبقى بتشتاك تلاقي الله سبحانه وتعالى انت سعيد في الدنيا وأعظم اللذات في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر والليل كثير من الناس بفتش للسعادة والراحة في غير طريق الله سبحانه وتعالى فيشقى قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى زي ناس كتار الواحد تلقى شاب ولا بيت تلقى شاب الواحد تلقاه زهجان من الصباح تسألوا تقول لي إنت زهجان ما لك الله يقول لك ما عارف لكن غاية الليلة بس في ضيق لا الضيق ده سبب وشنو انت عيان ولك لا ما عيان مفلس ولك لا لك بروش فيه طيب ما لك إنت عندك زول مات لا والله ما في طيب عندك مشكلة مع زول لا ما في مشكلة طيب إنت زهجان ليه والله يقول لك ما عارف لكن غاية في ضيق قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله لا يملوها إلا ذكر الله وفي القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله أشكي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال ما من محب يجد محبوبه إلا ويجد نفسه تتوق إلى سواه إلا الذي يحب الله تعالى ويأنس به فإن نفسه تطمئن بربه سبحانه وتعالى أي ظلم واحد تلقاه يحب فلانا من الناس أو فلانا من الناس فإذا وجد محبوبه قبل أن يجد محبوبه يظن أن السعادة كل السعادة في اللقاء مع محبوبه فإذا وجده والتقى به وجد نفسه تتوق إلى سواه ومحتاج إلى غيره زي السزول تلقاه بمش بيرجليه يقول لنا كان لقيت لها عربية بارتاح في الدنيا مجرد ما ركب عربية واليوم اللول والتاني والتالت بعد شهر يقول لك يا أخو الله عربية دي طلع كلام فارغ سايح كذي والله الزول كان لقى لها عمارة وبيت مكيف بارتاح غايته تاني يسكن عمارة يقول لها الله التعارب شغل دي كذي ما بتجزاته أنا ما شنو ذي والله يقول لك ما مرتاح وهكذا إذا وجد محبوبه ومفقوده والتقى به وجد نفسه تتوق إلى غيره إلا الذي يحب الله تعالى فإذا استأنس بالله وبعبادة الله وبالتقرب والانكسار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فإن نفسه تطمئن قال ابن تيمية ودليل ذلك قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أشاكي ناس الغنى الواحد تلقاه قال نفسه سعيد ابدا غنية وغني بعد شوية يقلبوا بك والله في الغنى بعد شوية كلام ذاته يدل على أنهم في شقاوة ما بعرف اتقطعت وجوه وشنوه بعرف ولاقيت في البيع بعد شوية يقعد يبكي والله الذي لا إلى غيره وده كل السبب شنوه هو يظن أن السعادة في هذه المعصية فإذا وقع في المعصية جاءته التعاسى وجاءه الشقاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة والله ما فراحة لا في غنى ولا في فاحشة ولا في أكل ولا في شراب ولا في مسكا ولا في ملبس ولا في أن يكون العبد جميلا أو أن يتزوج فلانا أو أن تتزوج فلانا فلانا أن يتزوجها فلان ولا 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 وإنما السعادة كل السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى لذلك كان بلال رضي الله عنه يعذب في الصحراء وفي الرمضاء ومع هذا يشعر بلذة الإيمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلالان ولا يوقد في بيوت زوجاته لا توقد نار ومع هذا فهو أسعد الناس مع ما فيه من البلاء في الدنيا لأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أي نبيا رسولا وقال أيضا في صيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار السير إلى الله تعالى يسير العبد إلى الله لأنه في الدنيا محتاج إلى ربه والليل الناس تجرب الناس ما جربت الواحد الشاب يمشي الحفلة ماشي في الطريق يرقص وفرحان مجرد ما وصل محل الحفلة والصالة وكذلك الشاب يشوفوا الفنان بغني ويسمعوه والناس مختلطين وده البرقص ومناظر وكأنه مرتاح مجرد ما تنتين المعصية بعد ذلك تأتي الوحشة في القلب قبل الغني أخ تلقاه ويقول لك والله أنا ما بقدر أنوم إلا أشغل الغنية الفلانية اسمع بع شوية الضائق قال الله تعالى كلا بل ران على قل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الران وهكذا تمر الفتن فتتعب صاحب المعصية وأما السائر إلى الله المستقيم فإن هذه الفتن يتصداها بفراره إلى الله تعالى قال ابن القيم في غاثة اللهفان قال والفتن إذا أقبلت والفتن نوعان كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فتن شهوات وفتن شبهات والشبهات تدفع باليقين وبالعلم والشهوات تدفع بالصبر وباللجوه إلى الله تعالى وبالتذكر الآخرة قال ابن القيم فإذا أقبلت الفتن على القلوب فإن القلوب إن كانت سليمة فإنها تدفعها ولا تتضرر بها وأما القلوب المريضة فهي تتأذى بهذه الفتن قال كالبدن السليم فإن البرد والحر لا يكاد يؤثر فيه وأما البدن المريض فصاحبه يتأذى بأقل حر أو بأقل برد الزول العيان تلقى طوالد غدته وما برد قولك جب لي بطانية فأنا عيان أقل برد بضايقه والزول السليم تلقاه ماشي كذلك القلب القلب السليم إذا مرت الفتن فإنه يدفعها وأما القلب المريض فإنه يتضرر بها الضرر العظيم البالغ قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد والسير إلى الله تعالى لا بد فيه لا بد فيه من حبسين حبس القلب على طلبه ومطلوبه وهو الله تعالى وحبسه عن من سوى محبوبه ومطلوبه قال فإذا مات العبد فإنه إما أن يخرج من حبس الدنيا كان محبوسا في الدنيا عن الشهوات وعن المعاصي فيخرج إلى القبر فيتنعم وإما أن يخرج بتسأل الله سبحانه وتعالى فقير دائر مال بتسأل الله محتاج لأمر من الأمور عندك هم عندك ضيق بتفر إلى الله وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى اتنين بتفر إلى الله وتسير إلى الله تعالى لأن السعادة في الفرار إلى الله وفي السير إلى الله هذا في الدنيا أما في الآخرة فالجنة لله سبحانه وتعالى والنار ناره فمن سار إليه في الدنيا بالطاعات وباجتناب المعاصي أكرمه بدخول الجنة ومن أعرض عنه في الدنيا ولم يسر إليه عاقبه بدخول النار ونكرر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى دي مسألة من المسائل المسألة التي بعدها وهي في كلام السعدي رحمه الله تعالى ذكر أربعة أمور عند قوله تعالى ففروا إلى الله قال الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم تتعلم نحن محتاجين الواحد يدعلم يدعلم العلم الشرعي يدعلم عشان يعبد الله عليه بصيرا ويتعلم ليرفع الله ذكره يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويتعلم ليكون من أهل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ويتعلم ليدخل الجنة كما في صيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ويتعلم لأن هناك من يسبط الناس عن الحق وعن السير إلى الله تعالى في ناس لما تجد استقيم خاصة يت شاب وخاصة البيت شاب ايجوا يصبطون يقول للشاب ايج شبابك وكل أيام بعد ذاك بعد تكبر شوف الحاصل توب يقول للشاب البيت ان دار تلبس الزي الشرعي يقول لا بعد تتزوج جايتي قبل ما تتزوج كيف عارفوك كيف انت تلبس الزي الشرعي عارفوك كيف يعني وكأن هؤلاء لا يؤمنون بقول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر كأن الكون دماشي بس بفهم الناس بس بل فهم والتجارب كأنه ما في حاجة يسمها اللوح المحفوظ وده فيه أي شيء المؤمنة تؤمن بأن كل شيء يحدث لها في هذه الحياة الدنيا فهو بقضاء الله وقدره لأنه في ناس في نسوان كتار الواحد عمره وصل أربعين وخمسين وما تزوجت ومش كاشفة وشها كاشفة وشها وكرعية ويدها وحاجات كثيرة جدا وما تزوجت ليه؟ لو كان الأمر بالتبرج لتزوج يعني لتزوجت لكن هذا الأمر من الله تعالى أولا لما تقول أنا لما نلبس الزي الشرعي عارفوني كيف الله في اللوحة المحفوظ مقدر إنه فلان يتزوج فلان لو لبست زي شرعي لو ما لبست لو لبست كرتون لو لبست أي شيء ففي النهاية هو مقدر ده أمر مقدر وهذا يدل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وبعدين الشباب بيسألوا دارين البيت المؤدبة دارين البيت الصفات كذا وكذا بيسألوا فلان بيقول لنا عندي أختي فلان بيقول لنا عندي بدعمه فلان بيقول لنا عندي بيته إلى آخره فهذه والله من أوهاء الحجج أو يقول لك دي مسألة خلافية الخلاف لا يترك قال الفوزان في شرحه لشرح السنة للبربهاري لم يتركنا الله لاختلاف العلماء الله ما تركنا الدين عشان نقعد نحن نقع في وسط اختلاف العلماء ولم يجعلنا في حيرة وإنما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل اختلف العلماء طيب اختلفوا الحق مع منو والدليل مع منو والصواب مع منو والخطأ مع منو اختلف العلماء اختلفوا في شنو قالوا والله النغاب دواجب ولا مستحب في ناس قالوا مستحب وناس قالوا واجب أهاوى الدليل مع منو قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وإذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو غريرة وابن عباس وأنس وهم أطيب الناس قلوبا ولا شك إذا أرادوا شيئا من عائشة ومن حفصة ومن جويرية ومن أم حبيب ومن أم سلم وهو وإلى آخره من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل للأجنبي وإن كان طاهر القلب أن يخلو بالأجنبية أو أن ينظر إليها فإذا كان هذا بين الصحابة وبين أمهات المؤمنين فكيف بغيرهم ولذلك نسأل الله العافية قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤذين عليهن من جلابي بهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن واستدل العلماء بهذه الآيات وبغيرها على وجوب تغطية المرأة وجهها كالسعدي رحمه الله تعالى وكابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وجمع من العلماء وهذا الصواب وابن القيع بن عثيمين رحمه الله له رسالة بعنوان الحجاب ذكر فيها أربعة عشر استدلالاً على وجوب تغطية المرأة لوجهها وناقش كل الاحتجاجات أو أغلب الاحتجاجات التي يحتج بها من لا يرى الوجوب وذكر فوائد منها قال فإذا أمرت المرأة بتغطية الزينة وعدم إبداع الزينة إلا للمحارم فأي زينة في جسد المرأة أعظم من الوجه إذا قيل هذه مرأة جميلة فما المقصود بقولهم جميلة جميلة دي شنو أصبع جميل يعني ولا المقصود جميلة دي الوجه الوجه والفتنة في الوجه وهكذا فالإنسان يتعلم ليواجه هذه الشبهات وليعبد الله على بصير وعلى يقين اثنين يفر إلى الله تعالى من الكفر والشرك إلى التوحيد تكون عقيدة في الله صحيحة يكون موحد وأن كان رجلاً أو امرأة وموحد بمعنى أنه يفرد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيعتقد أن الخالق هو الله وحده لا شريك له والرازق هو الله وحده لا شريك له والمحيي هو الله وحده لا شريك له والمميت هو الله وحده لا شريك له والمالك هو الله إلى آخره والمدبر فيفرد الله بربوبيته ويفرد الله بألوهيته فلا يعبد إلا الله عبادة لأله النذر لله الذبح لله لا يمشي لي قبة يقول لي صاحب القبة أنا لو ولدي بك كويس بجيب أطبح لك نذر وذبح وهذا شيركم بالله تعالى يقول لا أنا لو بيجيب كويس بوزع لك تمر وهذا تقرب وشيركم بالله سبحانه وتعالى ونذر ويدعوه من دون الله يعتر يا فلان الحقن زي واحد في السفينة كورة قد قالت يا صايم ديمة جبلين حليمة وحليمة وين ذاته صايم ديمة وين صايم ديمة مدفون مات والله قاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وينادوا واحد في العزب وكاتف في عربيته يبشام وروق الدام ومن تعتر تنادي غير الله يا فلان الحقنة ويا فلان افزعنة عقيدتهم في الله منحرفة قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أزولكم وحد ويوحد الله في أسماء وصفاته والمشركون الأولون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية يقول الخالق الله والرازق الله والمحيي الله والمميت الله والمدبر للكون الله والبرزقن الله سبحانه وتعالى وهذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم كانوا يشركون بالله في الألوهية يقولوا الخالق الله لكن ينادوا الله وينادوا غير الله ده الشرك هنا قال محمد مان الجام رحمه الله تعالى قال وإذا كان القرآن يلزم المشركين الأولين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأنهم يقرون به فما الحيل في هؤلاء المشركين المعاصرين وهم يشركون في الربوبية بأي شيء نلزمهم وده لك قال لك الربوبية مؤمنين بها أشاء كيف يقول لهم إنت تعالى ما مؤمن بالربوبية الربوبية دي بتختضي شنو توحيد الألوهية وقال لك نازك ديل عندهم خلل في الربوبية ذاته يمسكون من وين ذيل ذاته ذول بيقول غير الله بدي الجنة لكن بتمسكون لأنه النصوص قوية يقول غير الله بدي الجنة واحد تتزوج سنتين ثلاثة ما في جنة الجماعة يجوها يقول لها ما تمشي لفلان الفكيف لان الفكيف لان ليه؟ والله بديك جنة بديك جنة ويعملوا فيها قصايد كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وطفل كم أدى طفل كباشي يمشي لكباشي يقول لد دين الجنة والله يقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أي مرة تمشي للشيخ تقول لد دين الجنة آذي جاهلة ويخشى عليها من أن تكون مشركة في عينها لأن ما قامت به من الشرك بالله سبحانه وتعالى لذلك إنسان يوحد الله سبحانه وتعالى ويفر إلى الله واحد ثاني يتمشي للشيخ الشيخ شوف له الرائحة وين وعنده ذهبات رائحة شوف له وين يمشي له مرات في القبة يكون ميت ومرات حي يمشي له دجال والدجال بدعمل مع الشياطين والجن ويدعي أنه يعرف الغيب ويعلم الغيب والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ويحلف بغير الله يقول وحات جناء وحات النبي وحات كذا وهذا شرك بالله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ويعتر يناد الشيخ يا برعي القوم الحقنة ويا فلان يا صايم ديمة ويا الركيني ويا أبو العباس يا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من العيون ينادو يا أبو قرون إلى آخره وهذا شرك بالله قال تعالى وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَيَعَلَّقُوا الْحِجْبَاتِ وَالْتَّمَائِمَ الطِفِلِ عَلَّقُ لَا الْكَمُونَ يقولوا بِحْفَظُوا مِنَ الْعِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو فذا كلها جماعة من الباطل ومن الشرك الناس الواجب عليهم أن يسيروا إلى الله بالتوحيد وأن يُقبلوا عليه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وأن يفروا إليهم ثلاثة قال من الغفل إلى الذكر الزول ما يكون غافل الزول خدت الموت بجيو في أي لحظة وهو سائر ومسافر إلى ربه سبحانه وتعالى جاء في صيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفي لفظ بمنكبي رسول عليه الصلاة والسلام خدت يد في كتفه في كتف بن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك شكي الصحابة كانوا يعرفوا الحقيقة دي كانوا يزهدون في الدنيا ويقبلون على الله تعالى ما تغفل من الموت قد تموت في أي لحظة ما تغفل من القبر الآن نحن يا أخي هذا في مظلة والواحد يعرق ويدعب ويسخن ومحل هذا الهواء بيجاي وبيجاي فما بالك لما يدخلوك قبر مترين أو متر ونص وبيجاي لك كل شبر شبر في شبر عين يمين تراب شمال تراب وراك تراب قدامك تراب بيجنب بيجاي تلتلقى طوب اللبن وتبقى في حفرة ضيقة سنوات لا أكل لا شراب لا ونس لا دالا دالا في قبر مظلم فأن تستعيد لهذا اليوم الذي تحبس فيه شكي واحد من السلف كان يكثر من العبادة أو يجتهد في العبادة فلما أدركه الموت وهو ابن ستين سنة قال له ولده وقد وجده يبكي في الموت قال يا أبتاه على ما تبكي وكنت من أهل العبادة قال يا بني باب ما زلت أطرقه منذ ستين سنة يفتح علي اليوم ولا أدري أن يفتح على خير أم على شر ده باب بتفتح الليلة والباب ده بتفتح بي خير ولا بي شر أنا ما عارف أشكي في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله قال بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقيل ما يبكيك يا أبا هريرة قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه ولكن لبعد سفري سفر بعيد وقلة زادي حسنات بسيطة وأني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ بي الزول ماشي في الدنيا دي وبعدين إن بيقى غافل وجاءت الملائكة بتهجم زي الزولة الرسلوا لعساكر يقبضوه وما عارف فجاء فرحان جوك بضوه قالوا إنت متهم بالقتل وكذوه وإلى آخره وفعلاً هو قاتل فذا بتهجم لكن الزولة المستعد لما نجي الموت بفرح لأنه سيلقى رباً كريماً رحماً رحيماً رؤوفاً سبحانه وتعالى شكي الزول في الموت يا بفرح يا بحزن المستقيم المطيع ده بفرح الزولة المطيع الطايع البالليل بصلي وبالنهار بصوم وتلقاه غاض بصر عن الحرام وتلقاه جاهد نفسه الناس في غفلة وفي ذكر في طاعة والأيام تمر والزهج والضيق انتهي وهو يقرأ القرآن ويسبح الله تعالى ويتقرب إلى الله بالنوافل ويطلب العلم ويجتهد في تبليغ دعوة الله تعالى وهو على العقيدة السليمة الصحيحة وعلى المنهج القويم ويصبر على أذى الناس ويصبر على آلام الدنيا من الأمراض والأوجاع والحرمان إلى آخره حتى إذا مات فإنه يكون سعيداً ويلقى ربه سبحانه وتعالى فعشان كذي قال لك الفرار من الغفلة إلى الذكر شكيه الناس يوم القيامة في ناس كتار بندموا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً شكيه السلف كانوا يقدمون أمر الآخر على أمر الدنيا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا أليك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر وكت فيها جنة بصبر مع أن الصرع مؤلمة لكن المرض فكرت الألم دمى أيام بانتهي وأنا لو ذات الألم زال أنا دي فرصة ما أضيع فرصة إن الرسول بشر بالجنة صلى الله عليه وسلم فقالت بل أصبر بصبر فدع الله تعالى فقالت بل أصبر ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف وكت الصرع دي الصبر عليها بدخل الجنة خلاص أنا بصبر لكن أنا لما نسرع جسمي بتكشف فادعوا الله ألا أتكشف بس أتألم وأسرع لكن ما أتكشف وهذا من حرصها على الستر معنه إلى من تتكشف في صرع ما عليها زنب لكن من كمال أدبها رضي الله عنها ومن شدة حرصها على الستر قالت أدعو الله ألا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ذي كل الإنسان يأخذ مننا العبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم وفي غيره من رواية أنس رضي الله عنه قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع إثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله لشان كذي رب العزة والجلال قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فأجماع الناس اجتهد في الطاعة تذكر الموت تذكر القبر تذكر القيامة تذكر إنه في وقفة عظيمة بين يدي الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الزولة الموبايلة في غنى يمسحوا وينزل القرآن استفيد منه الله بيسألك من السمع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم لربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فجماعة الزول يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الشاب المبصلي يرجع ويصلي لله تعالى الشابة التي لا ترتدي الزي الشرع ترتدي الزي الشرع ولا تلتفت إلى الناس ما تشتغل بالبنات بالأولاد بالساخرين من الأهل ومن غيرهم واحد كنا في في أم درمان قبل خمسة أو ستة سنوات في بيت من البنات مشينا جامعة القرآن الكريم والمهم البت بتقرى في ثالثة وسمعت بعض النصوص وبقة المهم ترتدي زي الشرع إلى آخره وهل ناس مدعصبين بالجهل وبالباطل فقام أخوها وبوها قاعدوها قال لها تاني نحن ما نشوفك لابس الشيء الأسود ده قالت لهم ده من الدين المهم لما ناغشوه كثير قالوا لها تاني ما تلبسوا ده في بلد إسلامي البيت بيقت بتشيل بتلبس لبس ساتر المهم بعد ذاك بتشيل باقي باقي المهم حيابة فبتمشي جارتها أو صاحبتها في الطريق فبتدخل بيتها بتلبس بعد ذاك بتمرك والصلاة مرحلة زيدي بعد فترة أخوه عرف والذي رفع السماء والكلام ده حدث كلام صحيح خبر صحيح وبتقر فيه ثالثة فاضي الله سنة وتتخرج أخوه عرف بدل يشكروا الله كونه بيته يعني لابسة زي الشرعي وكذا وكذا يشكروا الله سبحانه وتعالى جو قاعدوا تاني قال لها انتي بتعملي كذا وكذا وكذا ونحن عرفناك فيا الجامعة ياللي بزا يعني يا إما إنه الجامعة تمشي من غير الليبس ولا دارة تلبسي لبسي كذا تقعد بيه في البيت ما تمرجي قالت لهن أنا ما مستعدة أمشي متبرجة الحافلة فيها خمسة وعشرين نفر دي خمسة وعشرين سيئة والشارع فيه كم نفر دي كم سيئة وأمشي في الطريق وإلى آخره فقالت لهن خليت والذي رفع السماء خلت الجامعة مرة واحدة وفيه ثالثة وناس كتار زي ديل ابتلاء بمن ربيو في بلاد زي بلدنا دي فالمرأة ابتلى إذا قامت بأمر الله سبحانه وتعالى وسيبتليها الله تعالى هل تصبر أو لا تصبر وهي في ضغوط من قبل المجتمع الذي يأبى بعض هذه الأحكام إما لجهله أو لاتباعهم للأحزاب المنحرف أو لتأثرهم بالعلمانيين أو بغيرهم فهي تصبر وتصابر حتى تلقى ربها وهو راض عنها سبحانه وتعالى والمرأة إذا استقامت أمرها عند الله عظيم شكيه رب العز والجلال نزل سورة كاملة ما في سورة اسم سورة الرجال لكن في سورة اسم سورة النساء وفي سورة عديل اسم سورة مريم وأنزل الله آيات وقامت حروبات بسبب هذه المرأة فهي مكرمة عند الله سبحانه وتعالى فلذلك الواجب عليها أن تتق الله في نفسها وفي غيرها وفي المجتمع وكثير من البنات الوحد تلقى في أصلها يعني فيها من الاحترام ومن الأدب لكن تجهل بعض الأحكام وتتساهل وهذا من المهلكات واحد تلقى محترم لو ولد قرب منها تحريه لكن تلقى لبسها مخالف للشريعة وإذا قرب منها فلان من الناس بالصد وتلقى عندها من الحياة والأدب لكنها في ابتلاء في أنها تقع في مثل هذه يعني مثل هذه الألبسة التي تخالف شرع الله السبب التقليد أو الغريزة التي في المرأة أنها تحب التزيّن هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لكن لو تذكرت هذه المرأة أنها تفتن غيرها بهذا اللبس وأنها مسؤولة يوم القيام عنه كما جاء في صيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما البقو على النار منه البقدر مننا على النار منه صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات مميلات لغيرهن ومائلات أيهن عن الصراط المستقيم رؤوسهن أو في مشيتهن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة زي سنام البخت السنام الأسنم جمعي سنام والبخت الناغة رأس قال لك زي السنام شعر فوق وده موجود الآن تشوف قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا أهيء لمن تمش أهيء متبرجة تفتن الشباب تفتن الشباب واحد كم من شاب حرف بسبب مرأة بسبب نظرة تهلكه كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحين إليها والصالحين بل ولا يكتفي الشر ولا يقف الشر عند هذا الحد بل إذا رأتها من رأتها من النساء واقتدت بها فلها من الحظ من الذنب الأمر العظيم أصل دم تبرجة ماشا هي ما جايب خبر هي ماشا في طريقة ولا تشافف تتنبيع ماشا وبقى تصورة في قلبه وبقى السبب إلى هلاكه وفي بيت بتشوفها بتمشي تقتدي بها بتلبس زيلي بسا ودي مشت بيتها ودي اقتدت بها الزني بجائية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فلذلك الواجب على الكل أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر فهذه أربعة أمور الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد ومن الغفلة إلى الذكر ومن المعصية إلى الطاعة الزنوب الزول ما ما يحقر ما يقول ده زنيب صغير وأنا بعدين بعد أكبر وكذا 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 الزنيب ده قد يهلك كما قال عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الظل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وقال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد وهذه الخواطر الواجب على الشباب أن يدافعوها وإلا فأكثر معاصي الشهوات من أكثر تأجيجها من أكثر أسبابها الخواطر تجي خاطرة خيالات وزوله ما قطع الخيالات دي بتذكر الله وبتذكر الدار الآخرة ولانشغال بالطاعة قادته هذه الخواطر إلى المهالك إلى المهالك ما تتطرد مع الخواطر البجيك في راسك خاطرة بتاعت شهوة إلى غيره إلى آخره فتبقى لك سبب هلاك وإنما تتق الله ربك سبحانه وتعالى وفي ختام هذه الكلمة يسير العبد إلى الله تعالى بأن يتوب إليه وأن يقبل عليه بقلبه وبكليته وأن يقوم من الليل فيتدرع بين يديه سبحانه وتعالى وأن يشكو إليه هذه المصائب وهذه المحن وأن يتذكر الموت والآخر والقبر وأن يصاحب الصحبة الصالحة التي تعينه في هذا الطريق كما قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ويحرص الكل على طلب العلم لو في رسائل زين رسائل دي والكتب والآن عندكم معرض الحمد لله الناس تخش تقرأ الكتب تستفيد والزول يحوذ نفسه أي معلومة يتعلم يعمل بها ويجاهد نفسه أعظم المجاهدة أعظم المجاهدة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من استولت عليه الشهوات لا يصح له زهد ولا ورع الزهل اللي بتبع الشهوات ده زهد مبصح ولا ورعه كيف زاد في الدنيا وهو متعلق بشهوات وقال ومن غلب شهوته وغضبه خاف منه كل شيء ومن غلبته شهوته وغضبه خاف من كل شيء حتى من ظله يخاف من أي شيء والبغلب شهوته وغضبه ده بكم مهاب بكم مهاب فالإنسان يستقيم ويتق الله سبحانه وتعالى وينشر الخير والزولة جماع العرف خير ما يكتفي به نفسه صاحب البيت صاحب فلانة لما فلانة تستقيم وتحرص على الخير تقديم الخير لا هو الولد يصاحب فلانا من الناس حتى يستقيم وكذا وكذا والناس تجتنب كل أسباب الهلاك جزاكم الله خيرا على حسن السماء بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا